اهلا بكم قتل جنديان من قوات الجيش جراء مواجهات مع ميليشيا الحوثي في الجبهة الشمالية الشرقية بمدينة تعز مصادر عسكرية قالت ان الشباكات العنيفة اندلعت عقب تعرض مواقع الجيش الوطني في منطقة كلابا والاربعين لقصف بعدد من القذائف من قبل ميليشيا الحوثي ويأتي هذا التصعيد رغم اعلان المبعوث الاممي قبل ايام توصل الاطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف نار في عموم اليمن سياسيا اشترطت ميليشيا الحوثي توقيع اتفاق لانهاء الحرب مع السعودية التي قادت التحالف العسكرية ضد الحوثيين وليس مع مجلس القيادة الرئاسي وقال القيادي الحوثي علي قرشا انه لن يتم توقيع اي اتفاقية الا مع الجانب السعودي باعتباره طرفا في الحرب وليس وسيطا كما جاء في الاعلان الاممي ولفت الى ان بيان المبعوث الاممي لم يكن موفقا مبينا ان ذلك هو موقف زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي وكانت قيادات حوثية اعلنت في وقت سابق ان التوقيع على الاتفاق سيكون بداية العام القادم الفين واربعة وعشرين في غضون ذلك دافعت السعودية عن خارطة الطريق لحل الازمة اليمنية وقالت انها جاءت متوافقة مع مبادرتها لانهاء الحرب في اليمن ودعمها للجهود الاممية والدولية للتوصل الى حل سياسي شامل بحسب المرجعيات الثلاث واكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الخطاب الملكي السنوي دعم الرياض لجميع الجهود الرامية لحل الازمة والدفع نحو الوصول الى الحلول السياسية لاعادة الامن الى اليمن ودرء التهديد عن المملكة والمنطقة وعبر عن ارتياح بلاده من اعلان المبعوث الاممي هانس جروندبرغ التوصل الى خارطة الطريق باليمن والتي جاءت بعد اشهر من المفاوضات بين المملكة وميليشيا الحوثي التي لم تعلق رسميا بعد عن الاعلان الاممي في الاثناء قالت مصادر غربية ان الهجمات الحوثية التي تستادف اسرائيل وممرات الشحن البحرية تهدد جهود وفرص السلام في اليمن مرجحة فشل خارطة الطريق بين السعودية والحوثيين بسبب الانقسامات المتعددة بالبلاد واوضحت صحيفة والستريت جورنال ان المحادثات كانت تتجه نحو مزيد من النجاح هذا العام الا ان الحرب في غزة تهدد بقلب المفاوضات الحساسة بين اطراف الصراع واشاتل انه لا توجد تفاصيل كاملة حول اتفاق السلام بين الحوثيين والسعودية لكن بمجرد التوقيع علي ستدعو الاتفاقية القوات السعودية الى مغادرة اليمن في غضون ستة اشهر بحسب ما كشف مسؤولون مطلعون على الاتفاقية في سياق اخر توعدت نقابات عمال الخطوط الجوية اليمنية باتخاذ خطوات التصعيد القانونية اذا لم تستجب ادارة الشركة الى اعتماد وصرف الزيادة في اجور الموظفين والعمال وطالبت النقابات في بيان لها ادارة الشركة بسرعة الوفاء مع مطالب العاملين جميعا ازار القرار باعتماد وصرف الزيادة وفقا لتقرير اللجنة النقابية الذي وافق عليه مجلس ادارة الشركة في اجتماعه منتصف ديسمبر الجاري واشار بيان النقابة الى انها تفاجأت بالتأخير والمماطلة واللعب بعامل الوقت واستغلال الظروف مشددة على ضرورة الاسرع في التنفيذ للحفاظ على عمل الشركة والابتعاد عن اي تصعيد نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة